بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد زار وفد من وزارة الخارجية البولندية مدينة أفديفكا في شرق أوكرانيا واطلعوا على الأوضاع في أكبر مدارسها التي استهدفها المسلحون الموالون لروسيا بالقصف قبل مدة بفضل مساعدات السفارة البولندية لدى أوكرانيا تم إعادة تأهيل المدرسة وتجهيزها بكل ما تحتاجه من أثاث ومعدات اطلع الزوار على نتائج الإصلاحات التي شهدها المبنى وعبر نائب وزير الخارجية البولندية عن دهشته وسعادته بسرعة وجود وجودة النتائج التي حققتها فرق البناء والترميم الأوكرانية سأسافر وأنا واثق بأن المستقبل معكم من خلال الإصلاحات والاحترام المتبادل لا من خلال قوة السلاح هذه هي العوامل التي ترسم المستقبل وأنا واثق أن الروس لا يفهمون هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر